السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنكمل من حيث انتهينا في الفيديو السابق ونشرح الأسئلة التي تطرح أثناء تشخيص الأطفال بتوحد في أمريكا هذه هي كم الأوراق بسم الله أولا هذه الوثيقة فيها اسم الطفل وين يسكن أين يسكن تقريبا معلومات حول الطفل هنا ما هي اللغة التي تتكلم بها في البيت قال لك إذا كان لاتينو هسبانيك يعني الأصل تعهد الطفل وتقولوا إلى كان الأب والأم الأب والأم من أصول مختلفة يعني واحدة يكون أجنبي واحدة عربي هنا فقط رمضان لكم هنا مربعات رمضان لكم اختيارات وانتم فقط ستختاروا هنا الاسم تعال ليبارون يعني الوالدين اسم تعال الأب وهنا الاسم تعال الأم وهنا يقولوا لكم يعني تديروا الاسمن تعكم وتقولوا إلا كنت الأب أو الأم وتكتبوا رقم الهاتف والعنوان تعال الأب هاد الجهة والأم هاد الجهة ولكن الطفل ما عندهش أب أو عنده فقط يكون يعني مربينه وحدين لا يكتبوا اسماتهم يعني اللي يكون والي على هذا الطفل يعمر الوثائق هادو هادو خاصة بالطفل فقط الورقة الثانية هادو خاصة بالطفل أثناء الحمل ما بين الحمل والولادة وكتب لكم هنا يا يعني بزاف حوائج أنتم ما غيرت تكوشيو يعني إلى كم شهل شهور الحمل وتكتبوا إذا كان بعد الولادة يعني كإذا كانت تاني الولادة إذا كانت بالعملية قيصرية أو ولادة عادية وكتبين تاني لك قبل الوقت يعني ولادة قيصرية في وقتها مقررة أو غير يعني في الشهر السابع مثلا يعني فجائية تكتبوا تاني إش حالة بقتي إش حالة بدي من يوم في المستشفى والرداءة بعد الولادة الرداءة إذا كانت رداءة سهلة أو عادية تكوشي كامل للأشياء اللي تخص الحمل والولادة هنا يا وهناي القصة على الطفل فيما يخص يعني إذا كان عنده وجع رأس مزمن أو يعني حساسية مزمنة أو يعني مرض مزمن إزداد به يعني بعد الولادة هنا في أمريكا يديروا تحاليل وردوها تعامى وإلى صابوا فيه كاش حاجة يعني ما رد تكتبوها في هذا المنطقة هنا يا تكوشي هما ذلك يعني وسن فيها فيه آزمة ولا حساسية يعني أنتم ما يتكوشي فقط هذا سؤال الثالث كتبي لكم يعني إذا كان الطفل حاليا في أي عمر إذا كان عنده سنة أو ستشهور أو سنتين إذا كنتم إذا كان عنده مشكل في النظر الأدن مشاكل صحية أو أنه متأخر في الكلام في النطقة أو زي ما ما تمشيش في وقته يعني ركم ديروا الهماساج للرجلين بش يمشي عنده مختص إذا كان عنده مختصين هما كاتب لكم هنا يا فقط تختاروا يعني إذا كان مختص في الكلام تخاطب يعني يعني ديروا إشارة هنا إكس إذا كان في المشي ما رشي تمشي ابنكم وديته المختص بش يمشي دي الهماساج ديروا هنا إكس هاكا يعني قال أشياء اللي رحمت حلقة بالطفل حاليا هنا تريد كتب لكم فاميلي هستوري يعني إلى كين في العائلة مارد ويراتي تأخر في الكلام حين ندرنا تأخر في الكلام وأوتيزم يعني توحد ويراتي لأن الإخوة تاع زوجي ولادهم تاني عندهم توحد يعني هنا تختاروا إذا كان مارد السكري ويراتي تديروا هدو الأشياء ويراتية يعني هدو هنا هي في الخانس لعندكم مارد ويراتي مثل السكري أو يعني الربو أو التوحد أو مارد آخر ويراتي في العائلة يخص الأب أو الأم أو الإخوة تاع الأب أو الإخوة تاع الأم تكتبوهم هنا يعني تختاروا لشيء الموجود في العائلة هنا يخص بالطفل إذا يعني كان يتحرك لأنه كان بعض المتوحدين اللي ما يتحركوش كان نوعان يا إما يتحرك بزاف يا إما يكون هامد يعني يجلس وميدر حتى حركة والدي كان متحرك درنا أكتيف سنسيتيف يعني حساس عندها مشاكل حسية يعني يعني كامل هاد الأشياء إلا كان ديرنا يحشم يعني الخاجل إلا كان أشياء أخرى مغير مذكورة هنا تكتبوها هنا ديركم أودر تقدروا تكتبوا أي حاجة إلا كان يسكت بزاف يعني ما يتكلمش بزاف إلا كان يتحرك فوق اللازم كثير حركة يعني إذا كان يعني حادر يعني يتمش بحادر فائق ديروكوشا يعني كامل هاد الأشياء تذكروهم كامل التفاصيل اللي تخص طفلكم هذا الورقة هنا تخص كاتبين هنا يا يعني بعد الولادة وقتاش بدأ يتقلب وحدها الطفل كاتب لكم ما بين أربعة لستة أشهر أو ديرنا بدأ يتقلب طفلك ما بين أربعة لستة أشهر وكاسب لكم هنا في هذه الخانات الثلاثة كاسب لكم يعني دائماً أو في بعض الأحيان أو ما زاله ما يتقلبش وحدها أنتم ما تختاروا تختاروا وحدها فيهم السؤال الثاني ديرين الطفل يبدأ المشي من 11 ل 18 شهر يعني هل تمشي الطفل التاعك في وقته ديري نعم وإلا ما شيف وقته ديري نعم وإلا تأخر شوية تأخر فقط قليلاً في المشي ديري للوسط مات أقالك الطفل يستعمل كلمات ما بين 12 ل 18 شهر وتختاري هدوك ثلاثة اللي قتلك وقته أقالك الطفل يبدأ يستعمل الأصبع هكذا ويبوانتي يعني يدير إشارة بالأصبع انتاعه ما بين عام ما بين سنة ل 18 شهر ابني ما زالها عندها تلت سنين وما زالها عندها مشكل في الاستعمال الأصبع مرات يستعملهم ما زال الآن ما يستعملهم مش نشان هنا يا قال لك الطفل الطفل يجلس يجلس لوحده بدون مساعدة والديه من أربعة أشهر لسبعة أشهر وتختاري هنا يا قال لك الطفل يمسك بأشياء صغيرة جدا ما بين أصبعه ما بين أصبعه هكذا ما بين 8 شهر لسانة ايو تكتبي هنا فولو يعني الطفل يتبع الحركات يعني لو جبتي هكذا هاتف مثلا ودرت له هكذا يتبعه يتبع من اليمن إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمن يتبعك بعينه بعينه يتبعك قال لك هذا الفعل ما بين سانة لسانتين المفروض يكون مليح في هذا تتبع الأشياء هنا يعني يستعمل الكلمات كلمتين مع بعض الطفل يتكلم كلمتين مع بعض ما بين سانة ونصف حتى السانتين هنا قال لك الطفل يبدأ الحبو من سبعة أشهر لعشرة أشهر ايو تختاري تاني قال لك الطفل يستعمل الملعقة من ثمن أشهر للسانة يعني الطفل يكون يستعمل الملعقة وحدة هي أكل بالملعقة وحدة بدون مساعدة والديه من ثمن شهر للسانة أنا درت لها أبدا لأنه للآن ابني ما زاله ما يستعملش الملعقة بشكل جيد فقط الفرشات قال لك إذا كان هنا الطفل يقول بعض الأشياء يعني يقول كلمات غير مفهومة يبدأ من سنة ونصف لسانتين يبقى يقول يبدأ ينطق كلمات غير مفهومة والآخرة ابنك ينطق جمل طويلة ومفهومة يعني يتكلم ما بين ثلاثين شهر حتى ثلاثة وثلاثين شهر ايو تختاروا كما قلت لكم فهذا سؤال يعني تتذكروا ما هم المخاوف طفلكم مثلا أنا ابني خارج المنزل يحب يمشي ما يتبعناش يتبع أي حيوان يتحرك سيارة تتحرك يتبعها يعني كتبناها هنا يعني الشيء اللي راه مخاوفك بزاف بزاف هو كين بزاف ما خاوف كين أشياء كثيرة أنا متخوفي منها ولكن اللي أكتر خاوف منها هو خارج المنزل لأنه لو قادر يفتح الباب وحده يروح يمشي يعني ما راح شو نصيبه هنا تكسبوا كامل الأشياء اللي طفلكم ما يقدر يديرها أو ما يقدرش يديرها تاني هذا تقريبا أشياء تتعلق إلا كان الأب والأم يعني منفاصلين أو أشياء هنا يعني الحالة العائلية غير مستقرة هنا تتعمروها هنا كاتب لكم إلي عندكم حيوانات في المنزل عايشين معاكم مثل القط الكلب أو الطائر أو أشياء أخرى هنا تاني إذا ملاحظات زيادة رهم عندك وما موجودينش في هذوك القوائم بكتبوهم هنا يوم واتطرحوهم للمختصين هاد الورقة خاصة فقط هاد الورقة خاصة فقط بال بالتأمينات اللي راكي اللي عندكم تأمين تعال الأب أو الأم تتذكروهم تتذكروا التفاصيل ما اسم التأمين ويعني التبوغسون طاج يعني شحال ثمانين بالمئة تأمين أو هكا باش يعرفوا الحالة المعيشية تعال العائلة وفاش يخدم الأب وفاش تخدم الأم ووش حال يخلصوا هادو كامل تفاصيل باش يعرفوكم مستوى المعيشي تعال عائلة كيفاش راهم عايشين يعني هادو التفاصيل هنا حول الأب والأم إلى كاش حاجة تغيرت في حياتهم مثلا الأب والأم كانوا متزوجين ومن بعد فترة يعني من بعد فترة صراع مشاكل ودخلوا في صراعات وكل يوم الأب يضرب الأم أو العكس أو عندهم أبناء كبار كل يوم مشاكل في المنزل والأب والأم يضربوا الأبناء أنت حمادك الكبار يقولوا لأنه من أسباب التواحد المشاكل العائلية والصوت المرتفع كل يوم كل يوم فالطفل يبقى ينعازل ينعازل حتى يصبح متوحد يعني درجة أولى على بها يسألوا يعني كامل هادو الأسئلة هنا أسئلة وراتية تانية تقريبا بعض الأوراق أسئلات تكرر فيها حول ما هو المرض الوراتي الموجود في العائلة تاع الأم وموجود في العائلة تاع الأب كذا السكري والتوحد وأي مرض آخر يعني هنا لأبنائهم كبارة أنا ابني صحة كان عنده ابني كان عمرها سانتين ما كاشف سن الدراسة يعني هاد الورقة خاصة إلا كان ابنكم عنده خمس سنوات يعني وقت الدراسة ورح يمدوا لكم هما يمدوا كامل هاد الأوراق ونتي تعمر الأشياء اللي تخصوك وإلا كما أنا ابني صغير نكتب آن آي يعني لا تخصو ناطع إلا كان في المدرسة تكتبي المدرسة اللي سجلتو فيها الوقت فوق سجلتوه الشهر اليوم الشهر المدير الاسم تاع المدير الاسم تاع المعلم المسؤول عليه ما هي المشاكل كاسبين المشاكل مثلا سجلتوه في مدرسة ابتدائية والمدير تاع المدرسة رفضت طفلين تاعكم وبعد يعني اتصلتوا بهاد اللجنة في هاد الورقات تكتبوا السبب علاش هاديك المدرسة رفضت الابنين تاعكم تشرحوا لهم بالتفصيل تكتبوا كامل الاشياء اللي فعلها ابنك علاش يعني السبب اللي يرفضوه لك ابنك باش يعارفو هادو ما الاسئلة اللي قلتوا لما ما خرجتلكم شا مليحة لاني ديرتلكم كامل هاد الأوراق في صفحة على الفيسبوك اسفل هاد الفيديو راني ديرتهم كامل هادو هاد الاسئلة رح نختصلكم لان الوقت مقالش بزاف هاد الاسئلة حول تقريبا يجتشابه وحدين يقول لك اذا كان الطفل يستعمل اذا كان ابنك يستعمل هاد الادوات في الاكل كنتشوفوا السكين والملعقة فرشات فالاكل يستعملهم استعمال جيد كنتشوفوا السكين هاد الاسئلة على هاد الاشياء كنتشوفوا السكين اذا استعملها دائما او بعض الاحيان او لا يستعملها ابدا انا ابني استعمل الفرشات فقط الملعقة في بعض الاحيان والسكين لا يستعمله ابدا مثلا هاد الاسئلة ايضا يسألكم على دخول الحمام كانت خمس اسئلة يقول لكم هل طفلك يدخل الحمام تختار نعم لا كثير من الاحيان او لا يدخل ابدا هل يدخل الحمام بمساعدة ابوه او امه هديري نعم او لا او في بعض الاحيان او كثير من الاحيان هكذا هدو ما اللي رغم كسب لهم هنا في بعض الاحيان كثير من الاحيان لا يدخل ابدا او دائما يدخل يعني انتم ديروا فقط هاد الدائرة هنا كان السؤال واحد اخرى يقول لك يعني عندما يدخل الحمام الطفل هل يستطيع ان ينزع سرواله وحده او يعني ينظف بعد دخول الحمام يقدر ينظف المكان وحده او يلبس سرواله وحده كان اسئلة متشابهة كان بزاف اسئلة على هذا الموضوع كان اسئلة حول انه ان هل الطفل يغسل يديه وحده او هل يغسل الطفل يديه بمساعدة والديه كان اسئلة حول يعني اذا كان يمشط شعره وحده او بمساعدة والديه هل يستطيع الاكل وحده او بمساعدة والديه هل اذا قلت لها السلام هيا ارد عليك السلام كيفاش يتعامل الطفل بصفة عامة داخل المنزل بصفة عامة كامل هذه الاسئلة ادق التفاصيل على الاشياء في المنزل اذا كان الطفل يغسل اسنانه بالفرشات وحده يعني زرال لوحده سؤال واحد اخوار على السنسيلة لما فيهمش القفل فيهم سنسيلة يعني كمال يفتح يفتح المحفظة بالسنسيلة هل يستطيع فتحها او غلقها هذا اسئلة يعني بصفة عامة هل يستطيع الطفل انها يفعل اشياء لوحده يعني مثل الحيداء تاني اذا يقدر الطفل يلبس الحيداء لوحده وينزعه لوحده القفازات هل يستطيع لبسها لوحده او ينزحها لوحده تياب التاوعها اذا كان يقدر ينزع تيابه وحده ويلبسهم لوحده او بمساعدة الوالدين يعني كل حاجة فيها ثلث اسئلة اربع اسئلة لا بها رغم هكم تشوفوهم هنا بزاف هكا فيما يخص النوم اذا كان الطفل ينام لوحده او ينام مع احد الوالدين فيما يخص هاد النقطة احنا قلنا لهم ان ابني يعني بعد ما ما مرض اه ما ولاش يرقد مليح فقط ساعتين خلال اربع عشرين ساعة وزوج التاعي يعمل يعني ما يقدرش يبقى مستيقض كامل الليل معاه لازم هي يرقد باش يخدم فاحنا عدنا غرفتين في المنزل الهنام غرفة ينام فيها زوج التاعي والغرفة التانية كانت الابني المفروض واللي سآنا نبات مع ابني لانه ما ما يرقدش في الليل ونقال نلعب معاندي لهم مصاجات باش نساعدها للنوم ونحكي لها قصص الى اخره هما حسبوا انه راني في شجار مع الزوج التاعي لذلك راني اه انام مع ابني في غرفة منفاصلة عن الزوج يعني ودروا لي قصة طويلة وعريضة في هاد الموضوع هما يحبوا يعرفوا عداش هاد كامل هاد الاسئلة اصلا باش يعرفوا سبب التوحد فقط لانهم للان ما زالهم صح اصابوا سبعة اسباب ولكن ما زالهم يبحتوا في كامل التفاصيل لانه بزاف العائلات اه كثير من العائلات ما يقولوش الحقيقة يعني في هاد الموضوع العائلية يعني العلاقة الزوجية مثلا على شرك ما تباتيش مع زوج انتاعك يعني تفاصيل خاصة خاصة جدا يسألوك يعني بصراحة ولازم تجاوبوا بصراحة اه مثلا الزوج يكون يضرب الزوجة ولما يسألوهم اللجنة يكونوا فيه زوج جالسين بالاب والام جالسين جالسين واللجنة تلت نساء يسألوهم فيبقوا يكذبوا لان احنا العرب يعني النساء يخافوهم ازواجهم انهم يطلقوهم على بها يكذبوا في هاد المواضيع وهذا شيء سيء لانه ضد مصلحة الطفل اولا لانه لو عرفوا الاسباب رح يعرفوا العلاج ورح يعرفوا الاشياء اللي رح خاصة الطفل باش يصبح احسن هو الى الوضع العائل اللي رح سيء جدا انتم ما تقولوا لهم احنا كل يوم الحلقان ومتفاهمين ومتعاونين يعني اذا ما رحش هذا السبب لادى الى توحد الطفل الطفل ما رحش يتحسن حتى ولو كان فيه تدريبات وخسرته اموال طائلة في المختصين هذا الطفل ما رحش يتحسن لانه السبب تاع هذا التوحد هو المشاكل العائلية داخل المنزل يعني لازم تكونوا صراحة في كامل هاد الاسئلة لازم تكونوا صارحين جدا وباش يعني الابن انتاعكم في مصلحة الابن انتاعكم في مصلحةكم انتوما هذا هو الهدف تاعنا ان ابننا يتحسن فاقرب وقت ان شاء الله تقريبا هادهما الاسئلة هنا فقط هاد الاوراق هنا هما كتبوهم وبعتوهم منها تاني يعني واش الصراح في هاد التشخيص كامل كامل في هاد التشخيص واش الصراح هاكم تشوفو هنا ويمدوا لكم هنا ارقام يعني سبعين بالمئة تاخر هاد الارقام تحت تاخرات سبعين بالمئة تاخر كامل من ستين بالمئة فما فوق الابني تاخر في كامل الاشياء يتذكرون لكم الاشياء اللي رمض تاخرين على حسب الاجوبة اللي ممدينهم وتاني كاين اشياء اخرى هما اه كان امرأة خاصة بهذا الاسئلة وامرأة اخرى كانت تلعب مع الطفل التاعي رح نديرهم في فيديو خاص كيفاش لعبت مع ابني يعني كامل الالعاب اللي استعملتهم مع ابني في الفيديو القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة